اتخطبت وخبت على الكل علشان خايفة من الانتقاد فضلت سنين تنكر علاقة الحب اللي بينهم وبتقول إنهم بس صحوب وصورة كشفت المسطور وعرفت الجمهور إيه اللي بيحصل يا ترى إيه حقيقة خطوبة ليلة أحمد زاهر وهشام جمال وليه فضلوا مخبيين الخبر ده تعال نقولكوا إيه التفاصيل في السنين اللي فاتت شوفنا دويت وهيل من الأعمال الفنية بين هشام جمال وليلة أحمد زاهر من مسلسلات وأغاني وكلبات حتى في اللقاءات التلفزيونية لما كانوا بيطلعوا مع بعض كان لازم اللقاء بتاعهم يتصدر لتريند في البداية الكل قال إن هشام كان بيحاول إنه يعمل مع ليلة نسخة من دنيا سمير غانم خاصة لما حصل بينهم خلافات وبعده فنية عن بعض لكن مع الوقت الكل لاحظ إن في كامية بين ليلة وهشام على الرغم من إن فرق السن بينهم كبير لكن كان واضح إن في قصة حب بتجمعهم لكن ليلة طول الوقت كانت بتأكد إن هشام صاحبها المقرب مش أكتر وإن الإحساس ده وصل للجمهور بسبب إن كميتهم واحدة وإنهم شبه بعض في حاجات كتير قوي لكن واضح كده إن الإشعاء تتقلبت لحقيقة وده بعد انتشار أكتر من صورة بتثبت خطوبة ليلة وهشام الحكاية بقى بدأت لما صفحت لديكورات الخطوبة نشرت تحضيرات للديكورات من جوى بيت الفنان أحمد زهر ظهر بشكل واضح فيها صورته وكان مكتوب على الباب برا خطوبة ليلة وهشام وتاني يوم ليلة تصورت قدام باب بيتها وكان نفس الباب اللي محطوط عليه ليفطر ده غير إن في كل صورها مؤخراً بقت بتلبس خاتم شبه الدبلة كل العلامات دي أكدت للجمهور إنهم اتخطبوا البعض طيب لو تمت الخطوبة للتنين ما طلعوش وصرحوا في جزء من الجمهور شايف إنهم خايفين من الانتقادات خاصة إن فيه فرق كبير بينهم في السن ده غير إنه كتير منهم بيقول إنهم مش ليقين على بعض أسيساً وإن ليلة دخلت في حياة هشام في الوقت اللي كان بيحاول ينسى فيه خطبته الأولينية هنة الزاهد وفيه جزء تاني شايفين إنهم بيبعدوا حياتهم الشخصية عن الحياة العملية وإنهم هيعلنوا الخبر ولكن على الفرح على طول علشان يبعدوا عن الشائعات والقيل والقول خاصة إنه الاتنين ليهم مكانة كبيرة في الوسط الفني وده هيدي مساحة أكتر للشائعات تفتكروا فعلاً ليلة وهشام جمال تخطبوا ولا كل اللي بيتقال دي تكهونات مش أكتر شاركونا رأيكم في الكومنتات